ترجمة نانسي قنقر شكرا لك يا أختي الكريمة ومشاهدي قناة الآن الحقيقة أن الميليشيات الإيرانية الحوثية أصبحت تتلقى خلال الأيام القليلة الماضية كثير من الخسائر الكبيرة لك أن تعرفي أنه فقط في مديرية الصلب فقدت ثلاثة من القادة الكبار آخرهم العميد محمد عبد الحق قائد القوات الميليشيات التي كانت تقاتل مع هؤلاء ناهيك عن طبعا قياداتهم التي تم قصفها في محافظة صنعاء أو في محافظة صعدة ويبدو أن الحوثي بدأ يترنع والميليشيات بدأت تترنع في اتقاه سقوط كثير من المواقع وبالذات في صعدة وفي تعز وفي الجبهة الغربية الذي هو غرب اليمن باتقاه مدينة الحديدة اللواء سمير أبرز نقاط الضعف الآن في صفوف الحوثيين هذا بالإضافة طبعا إلى افتقادهم للغطاء الجوي عليت حال هناك نقاط ضعف كثيرة بالنسبة للميليشيات لعل أهمها هي ضعف الروح المعنوية وأيضا بدأ الخوف من الذهب إلى القبهات لكي تعرفي أيضا أنهم اليوم يأخذون الأطفال عنوى من المدارس والذهب بهم إلى القبهات هذا مؤشر على أن الميليشيات بدأت تشعر بالنوع من عدم القدرة على التقييش والحشد للذهب إلى القبهات بشكل عام فنحن نلاحظ أن هناك انكسار كبير في هذه الميليشيات ويبدو أن هناك بإذن الله انكسار قريب سيتم بجميع القبهات انتصار قريب ذكرت حضرتك مع المعطيات أيضا أني ذكرتها حضرتك ضعف الروح المعنوية ضعف التجيش وضعف الجبهات هل من سقف زمني متوقع لدحر الحوثيين في معاقلهم؟ دائما نحن نقول كعسكريين متخصصين ليس هناك مدى زمني محدد للمعركة خاصة عندما تكون بهذا التعقيد هناك مناطق غاية في الصعوبة خاصة المناطق القبلية المحيطة بمحافظة صعدة وكذلك في محافظة تعز هناك أيضا ألغام زرعت بأعداد كثيفة جدا وبمساحة واسعة لكننا في المحصل نعتقد أن الأيام القادمة وإن لم يكن فالأسابيع القادمة ستكون لتغيير جدري وأساسي في المعركة بإذن الله سيؤدي إلى نتائج طيبة لواء سمير هل من تكتيك عسكري آخر يمكن أن يتبع التحالف العربي لدحر الحوثيين في معاقلهم؟ بالإضافة طبعا إلى الغطاء الجوي؟ مثلا هل الإنزال البر يمكن أن ينفع في مثل تلك المناطق؟ الآن اليوم التحالف القوي لا أختي الكريمة الآن نحن مع التحالف العربي أصبحنا ننتهي تكتيك جديد ربما منذ أسبوع تقريبا أو أسبوعين بالضبط بدأت المعركة بجميع الجبهات ومتزامنة وتعمل في كل مناطق الجمهورية المعركة في البيضة والمعركة في صعدة والمعركة في القوف والمعركة في الساحل الغربي والمعركة في الوسط في تعز كل المناطق أصبحت المعركة قائمة وهذا تكتيك جديد أصبح هو المجدي وأعتقد أنه المفيد والذي يمكن أن يكسر شوكة الحوثي ويبنعه من التقييش في جميع الجبهات التكتيك الجديد تقصد هو فقط الغطاء الجوي لواء سمير؟ لا لا ليست الغطاء الجوي فقط الغطاء الجوي منذ زمن نحن نتحدث عن القتال في جميع الجبهات وبشكل متزامن مما أضعف قدرة الحوثي على التقييش في جبهة دون جبهة أخرى ما المتوقع الآن من الحوثيين في هذا الضعف الحاصل في صفوفهم الآن؟ نعم ما المتوقع الآن من الحوثيين في ظل الضعف الحاصل الآن في صفوفهم؟ هل ستوقعون دعم إيراني أقوى مثلا؟ أي متوقع سواء أن تحسم هذه المعركة؟ أنا أتوقع بإذن الله تعالى أن تحسم المعركة الصالحة الشرعية وهم الآن يبحثون عن أي غطاء ويذهبون هنا وهناك للبحث عن أي حلول سياسية يقومون بتخبط وبنهم ما تبقى من الأموال في صنعاء وتهريبها إلى الخارج وهذا يؤكد على أن الحوثيين بإذن الله أمام نهاية لهذا المشهد ستكون قريبة بإذن الله شكرا جزيلا لك حدثنا من جد ألواء الركن سمير الحاج أشغاء قوات الإحتياط في الجيش الوطني اليمنية